جرى بمدينة مأرب فتح مضاريف عطاءات المناقصتين رقم 27 و28 الخاصتين بمشروعين مياه وصرف صحي الحي الجفينة شرق مدينة مأرب وتنفذ المشروعين مؤسسة بناء للتنمية بالتنسيق مع مؤسسة المياه وصرف الصحي بمحافظة مأرب وذلك ضمن مشاريع الاستجابة الطارئة متكامل القطاعات في مجالات المياه والإنصاح البيئي والتعليمي التي تنفذها المؤسسة في المحافظة بتمويل من صندوق التمويل الإنساني في اليمن وخلال فتح العطاءات أكد وكيل محافظة مأرب رئيس لقنة المناقصات الدكتور عبدالب ومفتاح أكد أهمية التزام المقاولين التي رست عليهم المناقصتين بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة في إعلاناتهم أثناء تنفيذ المشروعين لضمان جودتهم مشددا على ضرورة التقيد بالضوابط والإقراءات الرقابية وشروط التنفيذ المقرف في المناقصتين والالتزام بتسليم المشروعين في موعدهم المحدد ترجمة نانسي قنقر